اشتركوا في القناة وانه درايا مو متوفر فيه هذا الشي وقل لك على معلومة تقدر تفتح انت حسابك في انتراكتف بروكر تمام يعني تتعامل مع شاسم درايا تفتح حسابك عن طريق درايا ولكن لو جرب تفتح حسابك في انتراكتف بروكر بيفتح وبتلقي خيارات اكثر خذ المعلومة هذه اول شي والاشخاص كمان اللي يسألوني من خارج السعودية أنا نبغى ندخل اللي من دبي اللي من الجزائر اللي من بريطانيا فرنسا فكل الناس اللي يسألوني احب اقول لكم اي احد خارج السعودية وحاب انك تدخل في هذا العالم عندك انتراكتف بروكر او ما احنا السعوديين عندنا درايا لانه عن طريق ابشر بيفتح حساب بنكي عندنا في البنك العربي فلي من خارج السعودية انصحك بانتراكتف بروكر بيفتح حسابك من انتراكتف بروكر بتلقاه بالطريقة هذه كأنك داخل على درايا من نفس الوزرنام والباسورد حقك وبتحصل كمان رصيدة موجود فيه فاللي يحب يستخدم انتراكتف بروكر او اللي يحب يستخدم مش اسمه درايا كيفه فاليوم انا بشرح لكم طريقة التداول للطماعين اطلع طماع اطلع اليوم بظبتك حركة حلوة ترى انا داخل عن طريق ترايا شوف هنا الشراء اللي هو الكول وهنا البوت لكن انتراكتف اللي بيستخدمه ترى مقلوبة الشراء هنا الكول وهنا البوت فانتبه من النقطة دي من ناحية انتراكتف بروكر الكول هنا والبوت هنا تمام فانت انتبه لما تتداول من ناحية الكول والبوت شوف هنا البوت وهنا الكول اما في ترايا العكس البوت يكون هنا والكول يكون هنا فانتبه لما تتداول نصيفة طبعا كلهم نفس الشي وكل الشي يعني ما فيه اي اختلاف فيهم ولكن فيه نفس اللي سألوا عن العقود المركبة الاشياء هذه بتحصلها هنا اكثر فيه خيارات هنا اكثر لكن افتع عن طريق ترايا والتداول هنا بنفس اليوزر نيم والباسورد وبتلقى كمان رصيدك في المحفظة هنا نفس ما هو تركز معي الان في الخطوات اللي بيسرح لك يا لان بدخل سباكس تمام بدخل الخيارات اني ابغى اشتري تمام فتحني كذا هنا الكول هنا البوت فانا اجي مثلا ابغى ااخذ الاسترايك هذا ااخذ العقد هذا مشاهدة اضيفه والشي في قائمة المراقبة تداولاتي بعدين اجي ابغى اشتري اسوي شراء اختار مثلا هنا الكمية عقدين ثلاثة اربعة زي ما نحب سعر الحد احنا قلنا تقدر تحدد وهنا تجيك ترى اسعار زي مثلا السوق مدري ايش اشتري الاشياء هذه خليها دائما على الحد ونتحدد يدوي فانا اختار هنا مثلا يدوي انا باخد مثلا بنرقم هذا وبروح مثلا نقفل وشرحنا هنا اللي بيحط تحصيل ربح فاحنا نسوي انه خلاص نقفل ونخليه ينفذ الامر قائمة المراقبة بتلقى فيه مكتوب الصفقة واحد يعني انت عندك عقد من هذا من العملية هذه انه انت عندك عقد واحد تمام طيب برضو بتلقاها موجودة عندك في المحفظة انه عندك عقد واحد هنا وكم من تربحان فيه والربح الخسارة اليومية كمان تدخل على قائمة مراقبة طيب ندخل هنا على المزيد الاوامر والتداولات الاوامر الاشياء اللي ما تنفذت انا قلت له اعطيني ثلاثة عقود لكن هو ننفذ لي واحد التداولات اللي الان اساسا موجودة شايفينها اللي فعليا موجودة فانا مثلا الاوامر والتداولات احاول اني انهيها دائما اول باول او اني اكون يعني مركز عليه عشان ما ينفذ لي امر وانا نايم ولا انا اسوق ولا انا مثلا اعطيت امر ونسيته فمثلا لو ما ابغى الامر هذا ادخل اسوي له لغاء الامر شوف الان انا ما عندي شيء سواء بالبيع او الشراء وشيء حين ادخل التداولات ارجع للأوامر الشيء اللي انا ابغى اشرحه لكم انه الان تدخل على بيع احيانا اللي ما يبيع معا معا شيء يلقى هنا في اوامر تمام الاوامر اللي هنا لازم يلغيها مثلا نضغط على الامر زي كده لو عنده امر ولا اي شيء يلغي مثلا على سبيل المثال شراء اعطيني مثلا شراء مثلا ثلاثة عقود على سبيل المثال شوف هذا امر شوفه هنا لما تيجي بتبيع ما تقدر فانت لازم تضغط عليه اما تسوي تعديل الامر او الغاء الامر وتسوي امر جديد شوفت هنا اللغاء طيب نبغى نجي نتعلم الطريقة اللي كيف ربيع اذا انا اشعر بالطمع طيب نوع الحد هنا هذا هو اللي يغيره اني انا اضغط على الحد احط الايقاف تمام الايقاف الان هو 2.7 انا اقول اني برفعه الين 2.5 كم سعره الان اخي نشوف 2.65 انا انزل هنا تحت واقول له اذا وصل احط هنا الايقاف واقول اذا وصل 2.05 بي تمام طيب هو قاعد يصعد قاعد يصعد وصل هنا عندي مثلا الى 4 تمام انا ما اخذ ب2 اروح انا اشو مسوي ارفعه الى 2 اخر ارفعه الين 3 واعطيه امر شايف هنا صار عندي الامر هذا وصل 7 مثلا قاعد يرتفع اجي هنا وحط اعديل الامر واخلي الامر هنا ايش بدل ما هو 3 اخلي 6 شايف انا قاعد امشي معاه بحيث انه لو ارتد نزل يبيع لي على انه لو ارتد نزل على طول بيبيع لي على 6 واعدل الامر شوف هنا اوصل مثلا 14 اروح هنا ضاغط احط تعديل الامر وانزل واقول له اطلع معاه الين 13 فهمت علي اعرب انكم فهمت يا رب هنا صار مثلا 14 يصير لما هو يرجع ينزل يبيع لي على طول على كم 13 فانا كذا كذا انا ضامن الربح انا ماشي معاه انا امشي معاه وضامن الربح الان لما انا مثلا اخدت العقد بثلاثة انا حط الوقف حقي على اثنين طيب العقد ارتفع وصل لين خمسة انا ارفع الوقف اعدل الامر اخلي لين اربع بمعنى انه لو نزل لين اربع رح يبيع لي على طول واحيانا ينزل ويرجع يطلع فيكون باع لكم تمام اتجيب لك ممكن قهر كذا مثلا لو وصل لين عشرة ارفع معاه لين ثمانية ولا تسعة بحيث انه لو نزل انا ضد ضامن الربح فامشي معاه بالطريقة دي لكن الطريقة اللي علمتكم اياها امس حركة العقد احيانا تروح وترجع في لحظات انت ما تشوفها بعينك فعليا انت ما تشوفها بعينك يعني حتى لو انك مراقب وزي كذا يتحرك بسرعة فتحصيل الربح غير والوقف هذا غير هذا ينفع اذا انت خلاص عارف ان الوضع رائح بلحد 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 زي كذا كل واحد له استراتيجية وكل واحد له طريق ترى له استراتيجية وطريقة واموره يعني كل واحد يدير محفظته بمزاجه في ناس يشتغل على تحصيل الربح في ناس يشتغل على يقاف الخسارة في ناس يبني استراتيجيات زي الاستراتيجية اللي انا سويتها اللي كل يقول لي ليش ما سويتها ما دعيش قبل كم يوم اللي اخذ فيها ثلاثة عقود ابيع اثنين اطلع فيهم قيمة العقد هذا وهذا انطلق فيه الى ما للنهاية عن طريقة الوقف والطريقة ذي فالاستراتيجيات هذه دائما ترجع لك انت انت تبدأ تطلع فنك وابداعك بعد ما تكون خلاص انت متعلم عارف كيف تدخل عارف اشي تسوي عارف كل شي فهنا بيطلع ابداعك فلازم نخرج منبسط سلام